موسيقى أود أن أؤكد أنه عرض ما قمنا به أمام رأي العام هذا واجب في إطار التزام الحكومة وجميع القطاعات الحكومية التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه وبدءاً طبال حال من المؤسسة التشريعية مروراً بكل المؤسسات وانتهاءاً بالمواطن العادي الذي يجب أن يكون متواصلاً مع الحكومة والذي في نهاية المطاف هو الهدف من كل هذه الإصلاحات وكل هذه الأعمال التي نقوم بها موسيقى ألخص هذه الحاصلة هو الاستمرار في الأوراش الكبرى مع نوع من التجديد في المقاربة ثانياً تنويع الشركاء الوطنيين والدوليين ثالثاً يعني إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني والشركة الوطنية من خلال إقرار مبدأ الأفضلية الوطنية والذي كان عنده أحد الأثر كبير جداً على مرضودية الشركة الوطنية ثم أيضاً التوازن بين المشاريع لدى الطابع هيكلي والكبرى كالموانئ والمطارات والطرق السيارة والقطار الفائق السرعى إلى غير ذلك مع المشاريع التي لها طابع اجتماعي كالطرق في العالم القاروي أو صيانة هذه الطرق أيضاً هذه السنة عرفت إطلاق أوراش إصلاحية كبيرة جداً يعني بدءاً بمقالع المقالع ثم أيضاً إصلاح منظومة النقل والاستمرار في العملية الإصلاح النقل للبضائع البدء في إعادة هيكلة القطاع النقل الرهوي أيضاً إطلاق ديناميكية جديدة فيما يتعلق بإصلاح قطاع النقل البحري ثم فتحنا ورش كبير جداً فيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية وإعداد عقد برنامج جديد بين الوزارة والأشغال العمومية أضف إلى ذلك أنه هو الوزارة عرفت ديبلوماسية اقتصادية نوعية كان هناك تواصل مستمر مع أغلب كثير من الصفراء مع كثير من الدول وأمضينا كثير من الاتفاقيات والتقينا مع كثير من الشركات الدولية وتم التوافق على إمكانية التعاون بين المغرب وهذه الأطراف التي التقينا بها ولذلك يمكن أن أقول أنه إجمالاً سنة 2012 كانت جيدة وكانت أيضاً مناسبة لكي أكتشف أن هذا القطاع فيه طاقات كبيرة جداً وكفاءة عالية ثم عليه انتظارات كبيرة نظراً لأنه قطاع يتعلق بكل ما يرتبط بالمواطن يعني من بنية تحتية ومن خدمات المواطن يمكن أن أقول هذا من القطاعات التي حظي باهتمام كبير جداً بنينا هذا الإصلاح على المقاربة التشاركية مع كافة الفاعلين بدءاً بالوزارات أو القطاعات الحكومية الممتلة في اللجنة الوطنية تمورون بالمهنيين وانتهاءاً بعرض هذه المقاربة أمام كثير من الفاعلين بما فيه الممتل لفروق البرلمانية يعني اليوم مشروع يرسل إلى أمام الحكومة بكل تفاصيله يهدف هذا المشروع إجمالاً أن المقالع هي تروة وطنية تروة وطنية وبالتالي يجب أن يحكمها منطق الانفتاح والتحرير وليس منطق الاحتكار ثم أيضاً يجب أن يحكمها منطق خلق القيمة المضافة وبالتالي الآن أطلقنا ديناميكية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية المرتبطة بمواد البناء بتنسيق مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ثم أنه في هذا المشروع للقانون أو في الترسانة والإطار الذي أعددناه حاولنا ما أمكن أن نحرص على المقاربة البيئية والصحية لأنه هي مقالع مفيدة للبنية التحتية ولكنها قد تكون مضرة للبيئة والصحة وبالتالي هناك عقوبات ومراقبة كبيرة جداً في هذا المجال ثم أيضاً فيما يتعلق بالعائد المالي لا بالنسبة لخزينة الدولة ولا بالنسبة للجماعات المحلية فيمكن أن أقول ببساطة أنه بسطنا المساطير حررنا هذا القطاع ثم أيضاً خلقنا نوع من ديناميكية فيما يتعلق بتتمين هذه التروة الوطنية كبيرة جداً فبالتالي هذه التروة من كل الشعب المغربي يجب أن يحكمها منطق يكون فيه الجميع سواسية ومن يريد أن يستثمر لا بد أن يشجع في هذا المجال وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن هذا القانون المشروع القانون أن يمر إن شاء الله في البرلمان هذه السنة لكي ندخل في ديناميكية الجديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع أضيف إلى ذلك هو أننا نشتغل على مستوى الملك العمومي الآن نحن قمنا خلال سنة 2012 وما زال شغال فيه أن نقوم بعملية إحصاء كل الملك العمومي كان الطرقي أو المينائي أو المطاري أو البحري أو السككي إلى غير ذلك حتى يكون عندنا ما نملكه يعني ما نملكه ما عندنا لأنه عندما يضبط العقار العمومي وعندما يضبط الملك العمومي يمكن أن تتفاوض على مستوى الاستثمارات فنقوم بعملية جرد الملك العمومي البحري ووجدنا أن هناك تجاوزات كبيرة جداً بل حتى الأرضية القانونية هي أرضية قديمة فلابد أن تعدل ونحن نعد بعض المقترحات في تعديل يعني الضهير المرتبط بالملك العمومي البحري ثم أيضاً أطلقنا الآن دراسة وإن شاء الله قريباً سنضح فيها مع الشركاء دينا كيف يتتمين هذا الملك العمومي البحري ما هي استراتيجية للتتمين وتنظيم وتأطير ومراقبة الملك العمومي البحري لكي يكون رافعة للاقتصاد الوطني من خلال ما نحتاجه في مجال للسياحة مطلة على السياحة البحرية أو السياحة الشاطئية فيما يتعلق أيضاً على مستوى الإنتاج السماكي وخاصة تربية الأسماك فيما يتعلق أيضاً بأماكن ترفيه بالنسبة للمواطنين والشابة والرياضة والتي تحتاج إلى أماكن مطلة على البحر أو فيما يتعلق بتتمين المواد الموجودة على مستوى الملك العمومي البحري ثم أيضاً ما هي المجالات التي يجب أن تحمى التي لا يجب أن تمس من محميات سواء تعلق الأمر من محميات نباتية ومحميات من نوع آخر فبالتالي ستكون عندنا هذه الرؤية في إطار أيضاً المقاربة التي أعدتها الحكومة فيما يتعلق بحماية الساحل يعني حماية الساحل فإذن نحن الآن في مرحلة من مراحل إعداد هذا التصور الشامل وتفاصيله وبرامجه والذي سيكون له وقع كبير جداً على كيف يتدبير ملك العمومي أولاً يجب أن يكون هناك وضوح نعتقد أن السيد وزير الاقتصاد المالية أو السيد وزير الميزانية وضحه بما يكفي هذا الموضوع لكن خلينا نكون صرحة أن هذه الحكومة لها من الشجاعة ومن الجرأة أن تتخذ القرار في لحظة الرخاء وفي لحظة الشدة قرارات لأنه لا يجب أن نراعي فقط للجانب الانتخابي كما يتصور البعض يجب أن نراعي مصلحة البلاد اليوم نظراً لمع الأسف الشديد تغير صرف أسعار العملات وخاصة الدولار الذي نشتري به أغلب المواد في الخارج وخاصة المواد الطاقية نظراً لكلفة المحروقات ونظراً أيضاً لما يحتاجه صندوق المقاصة لأنه وصلنا إلى حوالي يعني إلى 55 أعتقد أو 52 مليار درهم فبالتالي هذا كله جعلنا أنه لابد أن نتخذ قراراً فإما أن نتخذ قرار في اتجاه يعني ضرب القدرة الشرائية المواطنين وبالتالي الذهاب إلى تقليص من دعم المواد الأساسي التي كانت مشي عند عموم مواطنين أو تقليص من الصناديق ذات طبع الاجتماعي أو إيقافها فيما يتعلق بالأسرة المعوزة أو المرأة الأرمالة أو المطلقة أو بالنسبة للتنضروس أو بالنسبة للمنحة في الجامعة أو بالنسبة للتقليص من ما يتعلق بالصحة وبالتعليم فما مغي نشي نمشي إلى هذه الجوانب التي لها ارتباط بالمواطن هذا سيخضع لنقاش نعم حتى لا تضر قدرة الشرائية المواطنين فمشينا للجانب للإستثمار الذي ليس له أثر مباشرة لكن حتى في جانب للإستثمار هناك من لم يفهم هذا القرار وهو مشينا ما يسمى بإجمالاً ما هي الاعتمادات المرحلة أو التي لا يمكن أن تنجزها في 2013 حتى يكون الأمر واضح أما يعني كل البرامج التي كانت مقررة كل المشاريع التي انطلقت كل الالتزامات التي أخذت الحكومة على عاتقها كل الشركات التي أمضتها كل المشاريع التي التزمت بها يعني فهي إن شاء الله ستنجز وخاصة في قطاع النقل والتجهيز لكن تابت أنه خلال خمس سنوات أو زيادة هناك ترحيل وحد العدد للإعتمادات التي لم ويمكن أن تؤجلها أو تبرمجها يعني في السنوات المقبلة ولذلك يعني خلينا نقول لك مثلا على مستوى القطاع نحن عندنا استثمار قد يصل إلى حوالي 28 مليار ديالدرهم فبالتالي لم تمس استثمارات المؤسسة العمومية السكاك الحديدية أو المطارات أو الموانئ أو اللوجيستيك أو غيرها من المؤسسة العمومية لكتوصل ما يقارب من 22 مليار ديالدرهم بل مشينا فقط الميزاني المرتبطة بالوزارة وهي حوالي خمسة أو كل حوالي ستا ما ندخلش في التفاصيل ديالدرهم ستاة المالاير ديالدرهم منها يعني التزمنا بأنه حوالي مليار وسبعمية أنه يمكن أن لا تبرمج هذه السنة وبطبع الحال سنرى البرامج بالنسبة للسنوات المقبلة فبالتالي لن يكون هناك أثر بطبع الحال على الشركة الوطنية ولا على المشاريع ولا على الجدول الزمنية يعني لهذه المشاريع كل التزمات للتزمنا مع المواطنين أو التزمنا مع الجماعة المحلية أو التزمنا مع الشركة أو التزمنا مع الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع المهيكلة سنقوم إن شاء الله بإنجازها وسيعلنوا عن كثير منها من تلقضي لها هذه السنة اشتركوا في القناة